بص يا سيدي لعب 18 مباراة مسجل 8 هدف 18 هدف في 18 مباراة مش بس كده ده صنع 4 كمان يعني هو مسام في 22 هدف طيب بص بقى رقم ده وقف عنده كتير المعدل اللي فوق ده بيقول ايه بيقول ان هو بيسجل هدف كل المباراة لا ده بيسجل هدف كل 71 دقيقة عشان مش كل المباراة من سبب ما جيل عبا كاملة سواء خرج او ما بدأش 71 دقيقة هدف كل 71 دي انا بسجل لكه هدف جامد لبعضه طيب كل المباراة عنده تزددتين ونص تقريبا ده المعدل يعني تعال بقى بص على دي من داخل منطقة الجزاء بسجل بسجل كتير بسجل 14 هدف من خارج منطقة الجزاء بسجل 4 هدف هدف بالرأس بسجل هدف برضو انا ايه هتلاقي عندي كل حاجة بالقدم اليسر هتلاقي هدفين بالقدم اليمنى هتلاقي 15 بضربات الجزاء هتلاقي 2 خش واخد اللي انت عايزه ده غير طبعا الدربات السبت جيبتوا مني έن انا بقول النادي الاهلي جيبتوا مني إن يا اخي تسلم العين اللي شافته تسلم العين اللي اختارته تسلم العين اللي فوضته تسلم العين اللي عرفت تتعاقد معاه انا بحب الهدايا دي الحلوة دي في الدور المصري أحب اللعب اللي يجنأ أجنابي مش لعب مصري يبقى إضافة يحل المنتج يخلي الشكل حلو وسام مش بس خلى شكل المنتج حلو لا وسام لو النادي الأهلي وسام ياخد نسبة من فوز الأهلي بالدور السنة دي فعلى الأقل 50% على الأقل والبقى متوزعة كل على الأقل 50% تعري في عين لعب خمس مباراة متتالية بياخد أفضل لعب في المباراة خمس مباراة متتالية عارفك هنفيش لعب في الدور المصري عملها خمس مرات متتالية خمس مرات متتالية مؤثر خمس مرات متتالية هو اللي بيسجل وبيكسب فرقاته استثنائي أنا عرفك النهاردة أنا بفرج على وسام أبو علي عمالة أقول إزاي الأهلي هيقدر يحافز على وسام أبو علي هتقول لي هيحفظ طبعا انت مشاجر على الوضعاتي هتوح مصرخ في فوشي تقول لي لأ بتعايزوا يمشوا ليه بالعكس ده لسه بقولك اهو انا عايزوا يفضل في الدولة المصر حد ما يعتزنوا مع النادي الاهلي عادي انا بقولك اللي زي دول بيتخطفوا تخطفوا في أوروبا وفي الخليج وبفلوس كتيرة جد تستغربش ارقام خيالية ممكن تسمعها في المستقبل القريب او البعيد في وسامة ابو علي يعني بخد بالك واحد زي وسامة ابو علي ده يقصر عادي لعشرة مليون دولار هتقول لي بتبالغ هقولك اسمع مني لأيام جاية هي يقصر عشرة مليون دولار عادي جد فهدية لو سألتنا عن أمنيتي على أقل اتمنى ان هو يكمل موسم كمان في الدولة المصر والنادي لا احب افرج عليها في الدولة بتاعنا احساسي هيتعامل علي دوشة كبيرة ده سمعت النهاردة سوفيان رحيمي نجم الكبير لعب المغرب الرائع جدا سمعت أركام 40 و50 مليون دولار سوفيان رحيمي عامل موسم استثناء الموسم الماضي معادي الأماراتي موسم خرافي ومع المنتخب الأولمبي ومع المنتخب الأول ومع فرق كل حاجة وفي دورة أبطال أسيا فلو بالمقارنة أهو سوفيان رحيمي عظيم فيش خلاف بس أقول لي كده وسام أبو علي قال لي кр HTTP عن سوفيان رحيمي نقصه إيه نقصه مثلا ما يسجلش برجلوله اليمين بيسجل باليمين بالشمال بيسجل بالشمال بالرأس بيسجل دربات ثبتة بيسجل دربات ثبت아 من ناحية الشمال بيسجلها من ناحية الشمال من ناحية اليمين بيسجلها من ناحية اليمين ضربات جزاء بيشوت ضربات جزاء ايه اللي ناقص وسام أبو علي معدله في تسجيل الأهداف ده معدل بيعمله هالند دي بقى مش ببالغ فيها مع الفارق طبعا في المسابقات هنا وهنا بس المعدل ده ده بتاع هالند اللي أنا بسجل أكتر من المباراة اللي بشارك فيها أو بساهم بأهداف أكتر من المباراة اللي بشارك فيها راجل ده مساهم في 22 هدف في 18 مشاركة